بجانب اللي قالت دكتور عبدالله يا دكتور مصطفى عشان ما نكررش الكلام ايه اللي انت شايفه في نادي الزمالك خطأ فادح او خطأ يعني وبتقول ازاي ده حاصل او مش ممكن يكون ده حاصل وحتسعى في حالة ربنا وفقك يعني انك تصاوبه فورا هجواب على حديثتك بس هو في نواتك هتشغلاني كانت تكلم فيها يا دكتور عبدالله وصل للأمر موضوع الكاميرات ده على طرابيزات المعارضة على اي المعارضة مثلا في طرابيز اسمها طرابيزة شيلة الكورة كان بيقعد فيها رحمة الله عليه كابتن احمد رفعت والمجموعة بتاعة الكورة ولها مؤيدين كابتن بورجيلة يا كابتن احمد مصطفى المجموعة دي دي بتحطي لها كاميرا موضوع الترابيزات الكمتما تكلم عن دكتور عبدالله NORати وصل الامر ان الطرابيزات تتسبت في الارض السراميك اللي ما فيش نادي في العالم في أرضية الهارد سكيب بتاعها بيبقى سراميك الناس بتوعى حتى شبيعترد الناس بتستزحلق الأطفال بتوعى تتعور ما فيش حاجة اسمها مناسيب كل حاجة اتعملت داخل للنادي اتعملت بقرار فردي بشخصية مصمم وهو رئيس النادي بإدارة تنفيذية لا تمت بصلة لكل المواصفات الفنية الهندسية وانا بكلم حضرتك هون نهاردة 2222 لو نادي الزمالك ليه مصطر بلان مرسوم وموقع ومعتمد من اي حد داخل النادي انا مستعد اقابل اي عقاب لو كلمتي دي مش مصبوطة يعني ما فيش مكتب استشاري ولا في اي حاجة عن اي حاجة فيش فندم موضوع ماشي كده واي انشاء في اي عمل عام لازم له رسمه ولازم له مكتب استشاري معتمد يعني دي اجراءات اصلاح لا اصلاح دقرات قانونية رسمية مش الله ينور عليها دقرات لا ده بتتكلم الكلام ده اللوجيك المصبوط الاساسي ده دي لوائح حوانين مش عشان كده احنا نادي الزمالك زي زي المناطق العشوائية احنا في قانون مصالحة المباني كل المباني اللي تبانت جوه جديدة دي وانت ماشي كده اطلع بمبنى هنا طيب اقول لك على حاجة مبنى بتاع صالة الجنبوز اتحط في المدخل اللي تخش منه التواريخ اللي قدر الله لو حصل حريقة في نادي الزمالك لحده احنا عادين دلوقتي لو دخلت عربيت مطافي لمكان الحريق بحساب وهو ماشي حتة دي واسعة زي استوديو كده الله اكبر كبير يلا بقى الحتة دي تمشي صالة الجماليزية حصل وما تعمل لقاش رسومات وما تعمل لقاش رخصة وبناء عليها اللي جاء اللي جاءت فحصت دي هي خدت مخالفاتك عليه ان حضرتك ما عملتش رسومات هندسية ما اتبعتش الاصول والاجراءات اللي مفروض تتباحها وعليه في كل القطاعات حتى الصالة اللي فتحها معالي وزير الدكتور عشاء الصبحي محطوطة فيه في الإطار لمحيط ملعب حلم زمورة مش ملعب أبو جيل هطول عمره هيفضل طول عمره زمورة عندنا الدنيا تدار عشوائيا والدليل على كلامنا اللي جاء لنا دخلت فاتيشت دي طلعت ايه الاخطاء اللي هندسية الاخطاء اللي موجودة في الاشتراكات الاخطاء في الدورة المستندية والمالية نادي زمالك رجع بعد 2018 بعد لجنة اللي هو الفار لما جات وفحصت وطلعت المخالفات واتحال الملف لنيابة الأموال العامة العليا والطلب رفع الحصانة من مجلس النواب السابق على اللي بيدير حاليا نريس اللجنة ولا ما اتطلبش طلب رسمي الدنيا كلها وتقال في قرار النيابة غلت يد النيابة لتحصن المتعم الأول بالحصان والتأكيد على كلامه وجود هاني زادة خارج مصر لما اتطلب ضبطوا احضر ليه بعض الزملات تانيين خدوا من النيابة الأموال العامة العليا خارجين بكفالة منهم المحترم رحابة برجيلا وراح المستشار رحمة جلال وزيدك تاني في التفاصيل في النيابة مدير المالي بتاع ناسة مالك اتحبس اربعة شهر اتحجز اربعة شهر اتحبس عفوا اربعة شهر وعشر تيام مدير الشهين القانونية بتاع المدرية اتحجز على زمة القضية اربعة شهر وعشر تيام لان كان فيه مخالفات مخالفات دي ما ماتتش ولو الجمعية العمومية جابت ناس تحفظ لها على مكتسباتها ومقدراتها المالية واتمنى ان اكون واحد منهم من دكتور عبدالله ومجمعتنا فيها هنجيب الفلوس دي المال العام وحضرتك نائب وعارف اوهم ومبسخة بالتقاط طبعا ده عند الناس اللي مش فهمة هيجي الحق هيجي لانها ارقام تجاوزة المليارات لما يجي وقتها في المدخلات لدخل النادي هحصل لحضرتك وقولك جات منين ومعايا مزانية لكن انا هتكلم ببساطة للمشاهدين والاعداء الجمعية العمومية والجمعين النادي الزمالك لارقام دي فيه